وهنا أيضا بالمناسبة هذه العادة التي بين المؤمنين في المصافحة مثلا بعد كل صلاة جماعة يصافح بعضهم بعضا ويقولون تقبل الله منكم مثلا المخالفون الذكر كانوا يقولون حرما فيجيبه الآخر يقول جمعا مثلا يعني أنا أتذكر قبل سنوات فتشت كثيرا عن أصل هذا وأنه هل فيه رواية هل فيه شيء مسنون فلم أجد الظاهر أنه ليس فيه شيء مسنون بخصوص هذا الموضع وهو موضع ما بعد أداء الصلاة جماعة لا أقول إن ذلك أمر منكر أو بدعة أو أنه مثلا لا يحسن أن يأتي به المؤمنون لا بأس به ولكن هو في ذاته شيء لم يرد عن النبي الأكرم ولا إمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام بل لعل الأولى لعله خلاف الأولى لعل الأولى هو الالتزام بل المؤكد أنه الأولى هو الالتزام بالتعقبات المعتادة المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام بعد الصلوات يعني المصلي وإن كان في جماعة فإنه عليكم السلام ورحمة الله بعدما تنتهي الصلاة يظل في توجه إلى ربه جل وعلا يسجد سجدة الشكر يسبح تسبيحة الزهراء عليه الصلاة والسلام يقرأ التعقبات التي وردت عن أمة أهل البيت عليهم السلام وهكذا أي مثلا يذكر الله عز وجل يهلل يسبح هذا هو الأمر الحسن أما أن يلتفت يمينا يسارا وأتذكر أن بعض الناس كانوا في صلاة الجماعة كانوا مو بس يلتفت يمين ويسار يسلم يسلم على ذاك اللي منك وهذا اللي منك ويروح وراء يلتف إلى وراء ويسلم على أكبر عدد ممكن من المؤمنين توهما منه أن هذا أمر حسن حتى أنه يستدبر القبلة بعد انتهاء الصلاة المصافحة كما قلنا أمر حسن وكان أئمتنا عليهم السلام يكثرون من المصافحة أيضا وكانوا يحثون على ذلك ولكن في هذا الموضع بالذات أنه بعد كل صلاة جماعة المؤمنون يسلمون على بعضهم بعضا شيء لم يرد في شريعتنا بحسب اطلاعنا فلا بأس بتجنبه خاصة في مثل هذه الظروف موسيقى